في أقل من أسبوع تم تسجير 25 حالة مصابة بمرضة الالتهاب الكابيدي صنف ألف ببلدية ميزار حيث تم تأكيد العدوى في 15 شخص معظمهم أطفال من قرية بربر وحسب فرقة الوقاية الصحية التي قامت بالتشخيص رجحت سبب العدوى لتلوث مياه لنبيع طبيعية التي يستعملها سكون القرية في تنقلنا لقرية بربر وجدنا السكون نازلوا يستعملون من أهلية نابعة طبيعية مستبعدين أن يكون سبب العدوى لتلوث المياه بها السلطات المحلية لكن سرعة تنقل العدوى تستلزم تدخل السلطات العليا لإيجاد السبب الفعلي لهذا المرضى الذي أصبح يخوف السكوان